يوم قد يوصف بالأكثر دموية حتى الآن في سيناء خمسون على الأقل من جنود الجيش المصري لقوا مصرعهم في هجمات لمسلحين على نقاط أمنية متفرقة في سيناء أفدت الأنباء بأن المسلحين هجموا النقاط الأمنية في ساعات مبكرة من صباح اليوم كما هجم المسلحون رتلم من خمس دبابات على الطريق بين مدينة العريش وبلدة الشيخ سويد وأفد المتحدث العسكري بأن الهجمات شنها سعون مسلحا وصفهم بالإرهابيين على خمس نقاط أمنية في وقت نشاهدين أن نذكر بهذا الخبر العاجل الذي يرد على الشاشة ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش المصري إلى 64 جنديا هذا وأعلن تنظيم ما يعرف بولاية سيناء أو أنصار بيت المقدس سابقا المسؤولية عن العملية وفي تصريحات بي بي سي قال العميد محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إن العمليات العسكرية ضد المهاجمين استمرت لساعات مشيرا إلى تمكن قوات الأمن من قتل نحو 40 من المهاجمين حتى الآن بيان منصوب لتنظيم ولاية سيناء يعلن فيه التنظيم مسؤوليته عن الهجوم النوي الذي قام خلاله عشرات المسلحين باستهداف عدة أكمنة ونقاط أمنية وعسكرية في محيط مدينة الشيخ زويد وداخلها بشمال سيناء ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الطرفين بحسب تصريحات للمتحدث العسكري